أنا دار نبع على حاجة أخيرة مهمة جداً أن نسيتها الآن دي في وسائل الإعلام بالذات في النت وفي التلفزيونات في العلمانين مطلغين شبهة كبيرة جداً دارين دمروا بالإسلام كله وهي ما يسمى كلامي ما أكتر من دقيقتين بس وهي ما يسمى بمشروع البيت الإبراهيمي مشروع البيت الإبراهيمي وقائم على المشروع ده مجموعة من العلمانين على راسهم الداعية الفاشل الفلسطيني الاسمه وسيم يوسف الرجل الفاشل يعني شنو موضوع البيت الإبراهيمي قال دار يعملوا كنيسة كلهم في مبنى واحد وجامع كنيسة بتاعة نصارى وجنبها جامع بتاع المسلمين وجنبها كنيسة معبد بتاع يهود معبد اليهود مقبل على بيت المغدس جبلته ومسجد المسلمين على الكعبة والكنيسة بتاعة النصارى مقبلة على الشمش الجبلة بتاعتها دي الفكرة بتاعة البيت الإبراهيمي ويكون كلها قالوا دين واحد اسمه دين البيت الإبراهيمي ودي من أخطر الأفكار ودعوا ليها قبل العلمانين ديل والود الفاشل الاسمه واسم يوسف دعوا ليها قبل ديل الكيزان دعوا ليها حسن مكي التلميذ النجيب للترابي في مجلة الدستور دعوا لحاجة اسمه أقال الدين الإبراهيمي قال دارين نطبع القرآن والإنجيل اللي هو محرف والتوراة اللي هي محرفة كلها في كتاب واحد بغلاف واحد ابقى دين واحد قالوا ده اسمه دين إبراهيم وده كذب أول حاجة إبراهيم ما كان يهودي عليه الصلاة والسلام ولا نصراني ربنا سبحانه وتعالى قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلماء وما كان من المشركين وما كان من المشركين الآية دي بتنصف مشروع البيت الإبراهيمي تماما من أساسه ليراسه لأن إبراهيم المسمين على المشروع الكفري الإلحاد ذه ما كان يهودي ولا نصراني ده واحد اتنين ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم داد إبراهيم كان الإسلام ما كان اليهودية ولا النصرانية إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب بشنو؟ بالإسلام ما بل يهودية ولا النصرانية ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتنها إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون فده الرد على الوسخ الاسم هو أسيم يوسف أولا تقول ليه وسخ ليه أديك حاجة ويت تقول ليه وده شنوه وسخ ولا ما وسخ ضرب له واحد قال ليه وأنا من جدة ومشاكل معمرتي دارك تصالحني معاه المهم قال ليه عمرة كم؟ قال ليه ما بديك عمرة قال ليه خلاص تلفونا أداو تلفونا أها بعد ما أدهوا تلفونا قال ليه والله بنات جدة حلوين وبنات جدة ما بيزعلوش السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر